نأتي لسؤال الأهم في حياتنا العملية كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسن الكبير في حياتنا العملية؟ أنه على الإنسان أن يتشبه أو أن يتخلق بأخلاق الله قدر ما تضيقه ضبيعته البشرين يعني يأخذ من أخلاق الله الإسم ويطبق على نفسه ما يستطيع أو ما يستطيع قبل بأخلاق الله سبحانه وتعالى فأخذنا مثلاً اسم الكبير ولذلك كل اسم من هذه الأسماء وهو يعني يعرض في الدراسة في العلماء بعد كل أو في آخر كل اسم من هذه الأسماء بعد الشرح والتوضيح معنى اللغوي المعاني المختارة إلى آخره يكون هناك بحث بعنوان حظ العبد يعني طب العبد إيه يعني يعني نصيب العبد من هذا الاسم نصيب إيه من الاسم ذا؟ طبعاً كل أنصبة العباد على قدر ضاقتهم البشرية فكل اسم ليه لأنه ليه كما يقولون تجلي ومبسوس في الكون وله يعني إحاءات له إشارات فالزكي الذي هو يعني يتحقق أو يعني يطبق على نفسه قدر ما يستطيع من جمال أو جلال هذا الاسم أو ذاك فإذن حين مثلاً اسم الكبير يحاول أن يفهم ماذا يعني لو ترجمنا اسم الكبير ذا كيف أكون كبيراً؟ كيف أكون كبيراً؟ قالوا أن يكون كاملاً في عقله وفي علمه وفي تعليمه للناس هذا هو الكبير لأنه طبعاً هنا كأنه أستاذ وكأنه سيد طبعاً لكن بعد مش أستاذ كمان يجينا من يعمل نفسه أستاذ لا بعد أن يكتمل عقلاً وعلماً ثم يكون أستاذاً بعد ذلك فهذا هو الكبير ولذلك يعني دائماً يختمونا هذا المبحث بكلمة للسيدنا عيسى عليه السلام سيد المسيح قال فيها من علم وعمل وعلم يعني من علم وعمل بما علم ثم علم الآخرين فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء هذا هو العظيم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلسي حكمان مسلمين استفدنا كثيراً من هذا الحديث المثمر والملهم حول اسم الله تعالى الكبير